السلام عليكم تسعة اخطاء تؤدي الى فصلك من العمل ابرزها انتحال شخصيات غير صحيحة ينص قانون العمل رقم اثنى عشر لسنة 2003 في المادة 69 على انه لا يجوز فصل العامل الى اذا ارتكب خطأ جسيما ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الاتية اذا ثبت انتحال العامل الاشخاصي غير صحيحة او قدم مستندات مزورة اثنان اذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه ابرار جسيمة لصاحب العمل بشرط ان يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه ثلاثة اذا تكرر من العامل عدم مراعاة تعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأه بشرت ان تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلمه في مكان ظهر رغم التنبيه عليه كتابه بمراعاة ذلك اربعة اذا تغيب العامل بدون مبارر مشروع اكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة او اكثر من عشرة ايام متتالية على ان يسبق الفصل انذار كتابي بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للا عامل بعد غيابه عشرة ايام في الحالة الاولى وبعد غيابه خمسة ايام في الحالة الثانية خمسة اذا ثبت ان العامل افشى اسرار المنشأات التي يعمل بها ادت الى احداث ادرار جسمة بالمنشأه اذا قام العامل بمنافسه صاحب العمل في ذات نشطه سبعة اذا وجد العامل اثناء ساعات العمل في حالة سكر بينا او متأثرا بما تعطاه من مادة مخدر ثمانية اذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل او المدير العامل وكذلك اذا وقع منه اعتداء جسيم على احد رئسه اثناء العمل او بسببه تسعة اذا لم يرى العامل الضوابط الواردة في المواد من 192 الى 194 من الكتاب الرابع من هذا القانون وتتحدث المواد من 192 الى 194 عن الاضراب في العمل وضوابطه حيث انه للعمال حق الاضراب السلم ويكون اعلانه وتنظيم من خلال منظمته من نقابية دفاعا عن مصالحهم المهنية والاقتصادية والاجتماعية وذلك في الحدود وطبقا للضوابط والاجراءات المقررة في هذا القانون وها هنا قد وصلنا الى نهاية الفيديو ارجو ان يكون قد نال اعجابكم